أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن المملكة تزخر بالقوانين والتشريعات الدائمة لتعزيز الأمن السيبراني وضمان حماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذكرت الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين أن مملكة البحرين تتميز بوجود منظومة واضحة لحكومة الأمن السيبراني من خلال الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمركز الوطني للأمن السيبراني التابعين لوزارة الداخلية مشيرة إلى أن المنظومة التشريعية تحتوي على العديد من التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية لدعم الإطار الوطني للأمن السيبراني وأثناء الشعبة البرلمانية على العمل الدؤوب الذي يقوم به المركز الوطني للأمن السيبراني منذ تأسيسه وما ينفذه من خطط وبرامج متقدمة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة لافتة إلى أن البحرين حققت مرتبة متقدمة في مؤشر نضوج جاهزية الأمن السيبراني حسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات ترجمة نانسي قنقر